كما بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية عزان وموسائل ناصر صالح الفرجة الشناني وعلي الفرجة ومحافظ الجوف اللواء من العكيمي في استشهاد البطل العميد صالح الفرجة الشناني وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي خلال مشاركته في المعارك ضد الميليشيات الحوثية بمحافظة الجوف واشاد نائب الرئيس بمناقب الشهيد وادواره الوطنية في مواجهة مشروع الحوثيين الارهابي منذ بداياته وخضى ومعه ابطال الجيش والاحرار من المقاومة والقبائل المعارك ضد الميليشيات الحوثية مسطرين بذلك اروع الامثلة في التضحية والفداء وعبر نائب الرئيس عن اصدق التعازي والمواساة لاسرة الشهيد ومحبي ورفاقه في الجيش والمقاومة سائلنا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان